الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فعيت بلاغته الملغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين القائل بأبي وأمي وروحي يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به الذين كانوا يعملون به تقدمه صورة البقرة وصورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو غيابتان أو حزقان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على ضربه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأياتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك مولاه حبة في الله لطائف قرآنية برنامج رقيق برقة لطائفه عذب بعذوبة ألفاظه جميل بجمال معانيه ولم لا ونحن نطوف من خلاله معا في بحور معاني الآيات الكريمة من كتاب ربنا جل وعلا نستلهم دروسها وعظاتها وعبرها ونستلهم ونجمع لآلئها وجواهرها ودررها ونخوض ونطوف في هذا المستان اليانع نجمع رحيقه وزهره وثمره لطائف يجتليها كل ذي بصر وروضة يجتنيها كل ذي أدب ولطيفة اليوم قوية معرقتها قوية ومعلينها شديدة تدبروا معي قول الله جل وعلا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُوا النَّارِ فإذا كان هذا وعيد من يركنون إلى الظلمة فكيف وعيد الظلمة أنفسهم وَلَا تَرْكَنُوا الرُّكُونُ هو الميل والموافقة لا تَمِيلُوا إِلَى الظَّلَمَةِ فَتَمَسَّكُمُوا النَّارِ لَا تُوَافِقُوا الظَّلَمَةَ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَتَمَسَّكُمُوا النَّارِ إذا كان هذا وعيد من يركنون إلى الظلمة فكيف وعيد الظلمة أنفسهم أَمَا وَاللَّهِ إِنَّ الظُّلْمَ شُؤْمٌ أَمَا وَاللَّهِ إِنَّ الظُّلْمَ شُؤْمٌ وَلَا زَالَ الْمُسِيءُ هُوَ الظَّلُومُ سَتَعْلَمُوا يَا ظَلُومُ إِذَا الْتَقَيْنَا غَدًا عِندَ الْمَلِيكِ مَنِ الْمَلُومُ إلى الرَّحْمَنِ يَوْمَ الدِّينِ نَمْضِ وَعِندَ اللَّهِ تَجْتَمِعُ الْخُصُومُ لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون الآيات تخلع القلب في أواخر صورة إبراهيم وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وقال في الحديث القدسي الجليل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلموا الظلم ظلمات يوم القيامة إذا كان مجرد الركون إلى الظلمة هذا وعيده فكيف وعيد الظالم نفسه بين يدي الله تبارك وتعالى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن وأوصاه وصيته الغالية وكان من بين كلماتها واتق دعوة المظلوم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يا ظالم أنت تعرف ظلمك للخلق وللعباد كيف تبيت ليلة وأنت متيقن من ظلمك على أي حال إن امتلأت عيناك نوما فلا يذوق المظلومون للنوم طعما بل هم يوجهون سهامهم ويرفعون دعاءهم مصحوبا ببكائهم وانكسارهم وذلهم وظلمهم إلى الله جل جلاله والحق يقسم ويقول لهذه الدعوة وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين لما سجن خالد بن برمك مع ولده بعد الملك والجاه والسلطان يقول له ابنه يا أبتي من الملك والجاه إلى السجن في زنزانة واحدة فقال له والده نعم يا بني إنها دعوة مظلوم سرت إلى الله بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الظلم ظلمات يوم القيامة إن الظلم ظلمات يوم القيامة وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يملي للظالم نعم سيمهله وسيتركه إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت وقرأ قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد فلتتحلل من مظالمك أي أن كان موقعك لا ينبغي أن يبرأ واحد من نفسه وأن يلقي هذا الكلام على غيره وكأنه مبرأ من الوقوع في الظلم فلتتحلل من كل مظالمك في الدنيا قبل الآخرة قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي ريرة من كانت له مظلمة من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل أن لا يكون درهم ولا دينار وإنما يأخذ من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات من ظلمهم ثم طرحت عليه والنتيجة ثم طرح في النار ولا حول ولا قوة إلا بالله كما في حديث المفلس أتدرون من المفلس قالوا من لا درهم له ولا متاع قال إن المفلس من أمة من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد قذف هذا وشتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار الظلم ظلمات يوم القيامة ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار هذا وعيد من يركنون إلى الظلمة وذاك وعيد الظلمة في كلمات سريعة أسأل الله جل وعلا أن ينجينا وإياكم من الظلم ونحن نشهد الله جل وعلا أننا نبرأ إليه من الظلم في الدنيا والآخرة وأسأل الله أن يرفع الظلم عن المظلمين وأن يفرج الكرب عن المكروبين وأن ينزل علينا من رحماته وبركاته إنه ولي ذلك ومولاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته